تأكيد يعني كلها مبسطين النهاردة تأكيد يعني الفوز منتخبنا بربعية وخارج الأرض بعد فوز على كابفردي بسرسية نظيفة شفت المباراة إزاي ويا أكتر حاجة شفتها في المباراة رقم واحد مهم جدا الفوز مهم جدا لتثبيت أقدام حسام حسن في القادة الفنية المنتخب مصر مهم جدا في ظل غيابات مهم جدا أنت قادر تكسب مبارتين على التوالي قادر تكسب في تصوير كأس العالم المباراة الأولى أمام كابفردي ناس بتستسهل مباراة كابفردي بتتكلم على منتخب أغلب قوامه من المحترفين بتتكلم على منتخب مخسرش ولا مباراة فرن عشر مواطشات على التوالي كابفردي حتى لما خرج دون هزيمة في أمم أفريقيا قادر يكسب منتخب مصر بالمناسبة في أمم أفريقيا اللي فاتت قادرت تفوز عليه بثلاثية بمنتهل سهولة في استاد القاهرة ومن ثم قادر تكسب بوتسوانا خارج الأرض نساعد تتكلم بأصل فريق لسه واصل أصل فريق كان عنده مشاكل نحن كان في كل هذه الظروف وكاننا بنعاني أمام سهولة بوتسوانا أو منتخبات أقل من بوتسوانا كمان آه عندنا شوية سلبيات طبيعي مليون في المية أن أنت ما عندك سلبيات في تراجع المستوى أحيانا في الشغط الثاني بتتكلم بعد ما بتضمن نتيجة العملية الارتدادية الدفاع مش في أفضل أحوال المهام الدفاعية مش في أفضل أحوال خاصة لعبة خط الوسط معظم المهام بتاع تلعبة وسط المعلعب كلها هجومية بالذات لعبة مركز 8 بأزيزو تريزيجي المباراة الأولى أو حتى زيزو لما ديت لحمدي فتح بعض التكلفات النهاردة كمراوان دائما بيتساب لوحده إلوه واحد من نجوم المنتخب نقطة ثانية مهمة جدا لما تيجي تتكلم على العناصر اللي بيعتمد عليها كابتن حسام حسن لازم لما يضمن شوية ومع المباراة الودائية بتريدي الفرص لبعض الناس بتجي تتكلم على أكثر العناصر اللي اشتركت في مسير الكابتن حسام حسن القصيرة مع منتخب مصر هتلاقي رقم واحد مراوان عطية بلاعب تقريبا كل المباراة بسناء خمس دقايق ده رقم كبير جدا في ست مباراة بعدين رومي ربيع بعدين محمد هاني بعدين تريزيجي فبتتكلم على أنه لازم القوام ده يقف في بعض اللعبة لا تستغل لاستغلال الكبير أول اللي بيحصل ده علشان مرضود اللعبة بعد كده وليسما قف تدوير وبعد العناصر تبترين تدخل خلال الفترة اللي جاية مهم جدا اللي عامله كابتن حسام حسن مهم جدا اللي ماشي بين المنتخد أهم الحاجات اللي بالنسب cameraman استمرار الأداء الإيجابي رجل رجل كابتن حسام حسن في خط الدفاع رجل الاول هو رامي ربيع رامي ربيع في الصناعة رامي ربيع في التسجيل النهاردة رامي ربيع بيستخدموا كابتن حسام حسن في إرسال الكرات الطولية النهاردة نشوف اللي عمله رامي ربيع عشان الوقت نشوف اللي عمله رامي ربيع ونشوف هل الكرة دي كانت أول الكرة اللي اتعاملت ليت ريزيجي في عمق الملعب هل هي كانت الكرة الوحيدة اللي كان فيه كرة قبلها على طول بـ 3 دقايق ليه أسامة فيصل لكن اتعامل معها فاولو الحاكم ما حسبوش كرة برضو مسقطة كرة طولية من اللي لعبها برضو رامي ربيع رامي ربيع حل مهم جدا فيه خط دفاع منتخب مصر في الخروج بالكرة رامي ربيع حل مهم جدا فيه كرة الرقصية سجل هدفين بالمناسبة هدف المنتخب في الست مباريات لعبهم كابتون حسام حسن أربعة جوال تريزيجي اللي بعدها على طول رامي ربيع بهدفين مع محمد صلاح فبتتكلم على أنه استخدام رامي ربيع مش بس في المهم الدفاعية في أكتر من حاجة تشوف الحالة اللي عليها رامي كمان بيلعب على مدافعين أقوية جدا بالمناسبة طميسون اللي كان بيلعب النهاردة ده لقرهك دفاع النادي الأهلي في وجود رامي ربيع وهو موجود مع اتحاد العاصمة المسلم قبل الماضي بيقدم ماشي الحالات بيقدم شكل ممتاز روح كبيرة جدا من رامي بشكل كبير حتى والكرة دي ممكن ديب لأ واحدة من اللي قطت الطريفة كان رامي مش قادر وعايز يخرف كابتون حسام قال له لا خليك معلش كمل كمل شوية الوقت اللي بقي لأنه كان والنتيجة 2-0 كان يحصل شوية هجمات في الشغط التاني على منتخب مصر دي كرة اللي أنا بتكلم عليها كرة مسقطة برضو من رامي ربيع من أقصر جابها اليومنا في المساحة لأسامة فيصل اتعامل معاه في أول في المنطقة دي بعدها على طول يا كريم دي هو النتيجة 1-0 بعدها على طول الراجل كراح في المساحة اللي في ظهر لعبة بوتسوانا بعدها على طول تم إحراز كرة الهدف نفس الشكل دخل من عمي كرامي تم إسقاط القرة رغم أن دي مش مهامه في الأساس لكنه لعيب مهم جدا فيه الحلل اللي بيفكر فيها دائما كابتن حسام حسن حط كرة مسقطة ممتازة لي تريزي جي وقدر أنه يسجل ويصنع هدف النهاردة رامي ربيع فبقى حل مهم جدا في عملية البناء بتاعت منتخب مصر والكليرنس أو أنه قادر أنه يشتغل ويغطي وراء زميله في أوقات كتير جدا جوال مرعب كرة دي كان راجل عدى من هاني بخطأ من مروان قادر أنه يعمل الكليرنس ماشي ماشي على طول فده بالنسبة لي هو أبرز أبرز المكاسب اللي موجودة استمرار الحلل ممتازة لعليها رامي ربيع مع منتخب مصر في الفترة الحلية يلا ماشي كده خليس رامي ماشي